لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات صباح الخير يا حلوة نشاء الصباحك حبيب شو أخبارك؟ اشتعتلي حبيبة قلبي كل الأشخاص أكيد المهتمين حابين يعرفوا عن آخر التوقعات الفلكية أو علاقة أبراجهم مع الأبراج الأخرى يتواصلوا معنا أكيد ضمنها الفقرة عم نحكي إحنا عن شهر واحد نبدأ مع برج الميزان برج الميزان من الأبراج اللي عم بيصير عندها تحسن كتير كتير شهر جيد على كل المستويات وتبدأ الشهر بنجاح كتير كبير سواء كان بالعمل أو بالدراسة وغير العاملين أيضا عندهم فرصة لأنه يحصلوا على عمل زيادة بالأرباح وممكن تتفاجأ ببعض الأمور المالية قد تكون معاملة قديمة أو ورد كنت ناسيهم رح يرجعوا يظهروا من جديد ورح تكون أمورهم تمام انتبه للمناقشات وانتبه للقرارات كون مستمع أكثر من متكلم ما تتوتر ما تعصب وإذا فكرت بعقود جديدة استشير ذوي الشأن السفر متاح لبرج الميزان وخاصة إذا كان عنده متابعة بسنة 2019 لسفر أو للعمل أو للدراسة منتصف الشهر بدك تنتبه لصحتك لأنه رح تزيد المسؤوليات عليك والعشر أيام الأخيرة هي الأفضل وأيضا تعتبر فترة عاطفية جيدة للقرارات العاطفية للمرتبطين وغير المرتبطين نعم طيب في عنا يا ستة العزيزة برج الثور على المستوى العملي الثور من العام الماضي بلشت الأمور مع برج الثور تتحسن كثير خاصة على مستوى العمل وكثير من برج الثور اشتغلوا بشيء مش من تخصصهم مش من دراستهم وهذا الشيء خلاهم يرتقوا سلمات النجاح ولكن تبدأ الشهر بطاقة عالية فانتبه فيه رح يكون عندك تحديات كثير كبيرة ببداية الشهر مناقشات في بعض الناس اللي هم مغرضين بدك تنتبه لهم انتبه لقراراتك ابتعد عن الخلافات والمشاكل وهذا مش من طبع الثور يعني مستحيل هذا مش من مصلحتك هذا الشهر بدك تبعد عنه منتصف الشهر تعيش المد والجزر وهذه المسألة بدك تنتبه لها بفترات المد بدك تستفيد منها انك فيها ايجابية فيها طاقة عالية انك تتلاحق المواضيع المهمة اللي تخص عملك مهنتك وبفترة الجزر بدك تاخذ استراحة وتسكت وتكون مستمع اكثر من متكلم تحط حجر اساس للسفر او انتقال من بيت لبيت فيه شيء يخصك يعني مثلا ترتبط تتزوج تطلع لبيت ثاني تفكر بالسفر رح تطلع من بيتك لبيت ثاني او تشتري بيت ايضا فيها يعني فيه خروج من البيت بدك تغير العتبة يعني العاشرة ايام الاخيرة هي الافضل وتنهي كل الاعمال وتاخذ استراحة بهاي الفترة رح تكون عاطفية جدا وجيدة للقرارات العاطفية سواء ان كان للمرتبطين او غير المرتبطين برج الجدي موليد اليوم كيكي هاب عم بسأل طيب مين عندك الجدي هلا بدي احكي الجدي انا صار عندي فضول دبح لي متدربة معانا حبيبتنا يلا طيب الجدي شهر جيد وبداية موفقة على كل المستويات تبدأ الشهر بافكار جديدة وهي الافكار ممكن تنقلك سواء ان كنت بعملك الخاص او بتعمل عند ناس بكل الاحوال رح ترتقي رح تنتقل من مرحلة لمرحلة رح تقدر هاي افكارك لانه فيها عملية فيها اختصار لبعض الامور تزداد العلاقات وعليك الانتباه للنوع وليس للكم ايضا في علاقات جديدة عليك الحذر والانتباه لاختياراتك لهذه العلاقات منتصف الشهر تستخدم خبرتك لحل بعض الامور وتعيد جدولة حياتك من جديد والعشر ايام الاخيرة انتبه ما تعرض نفسك للخسائر وبتعد عن المراهنات حلول ايجابية للعلاقات الهشة وانتهاء العلاقات اللي تحت الضوء والفرصة مناسبة لغير المرتبطين للالتقاء بالشريك المناسب نعم طيب يا ستة العزيزة برج العذراء جميع الاصعدة والنواحي مين طالبها؟ انا بعرف طوال ما حكينا يا ميسونة حبيبتي اكيد يطلع لك حبيبتي العذراء شهر جيد على كل المستويات رح تزداد الفرص تنفتح لك الابواب سعي متواصل مشاغل مسؤوليات زيادة التزامات زيادة العلاقات الاجتماعية كل هذه رح تخليك تشعر بالتعب ولكن بالفخر والفرح بنفس الوقت لانه عم توصل لمرحلة تلاقي كل الناس عم بيهنوك عم بيقولولك انه انت الافضل هذا الاثبات الجدارة بموقع عملك رح يخليك تعيش السعادة تعيش الفرحة الكبيرة وقلنا انه برج العذراء رح يتخلص من الخوف من المستقبل الخوف من الاتي لانه من بداية هذا الشهر عم بيصير دراسة لشراء بيت فيه منه ولا ما فيه منه؟ فيه منهين منهين فهذه السنة هي شراء بيت جدا ضروري لبرج العذراء اللي ما اشترى بيت فيه ايضا انتقال لعتبة ثانية ولكن ممكن يكون شراء البيت بالربع الاخير من السنة هلأ دراسة متابعات تجميع فلوس عم بيفكروا كيف انه يجيبوا المصاري لحتى يشتروا البيت ولكن الشعور بالامان رح يكون مع شراء هذا البيت لكثير من برج العذراء انت مسؤول عن مساعدة ومساندة احد الاشخاص يعني اجباري رح تهتم بشؤون احد الافراد قد يكون من العائلة الاخوة الخوات الاب الام احد الاولاد هاي رح تفرض عليك سواء كانت ايجابية او سلبية ولكن رح تكون ايضا فرحان بهاي المساعدة رح ياخذ الكثير من وقتك وجهدك العشرة ايام الاخيرة هي فترة استراحة وفيها سفر لكثير من برج العذراء تعيش السعادة مع العائلة والفرصة مناسبة جدا لغير المرتبطين هذا ما بيخصك لليل ايجاد شريك سمعنا ايش من عندك ابو الهوب نحكي كمان طيب اعطينا يا ميسون لو سمحتي برج السرطان طيب السرطان والاسد رح نحكي طيب يلا طيب السرطان واغنية وبعدين الاسد تبدأ الشهر بمناقشات مداخلات تحديات هذا الشهر بقدر ما هو صعب على برج السرطان خاصة للي عم بيبدوا من الصفر وقسمناهم قسمين قلنا في ناس من برج السرطان كانت امورهم المادية كويسة بالعام الماضي هلا رح يستمروا بارتقاسوا اللمات النجاح اللي عم يبدأ من الصفر رح يكون عنده تعب ولكن مع التعب فيه فرحة لانه عم تسعوا عم بتلاقوا عم تنفتح للكم الابواب فما تخافوا هاي البداية من الصفر هي من مصلحتكم الدرس اللي اخدتوه بـ 2019 ما رح تعيدوه بـ 2020 بالعكس رح تتجاوز وكل العقبات رح تكون عندكم خبرة انه ما تقعوا بنفس الغلط انتبه لقراراتك المصيرية وعمل على دراسة واستشارة دوي الشأن اذا بدك تدخل بأي شيء منتصف الشهر انتبه لصحتك والعشر ايام الاخيرة فيها شوي التعب ولكن لسه الابواب مفتوحة تعيش السعادة مع العائلة والفترة الثانية العشر ايام الاخيرة هي الافضل للقرارات العاطفية طيب الاسد عشان يهاب ما يزعل الاسد من الابراج شهر جيد على كل مستويات جدولة جديدة بحياتك وجدولة رح تكون محكمة جدا مش زي باقي الاسنين كنت تحطت جدولة وما تمشي عليها هالسنة بدك تركز عليها تمشي عليها وتمشي الناس اللي حواليك ايضا عليها دعم من احد افراد العائلة وممكن هذا الدعم يخليك يا اما تفتح مشروع خاص فيك يا اما يكون عندك شراء بيت او انك تخطط لسفر او دراسة كل واحد حسب هو الى ايش عم بسعى بالالفين وتساطعش هذا الدعم رح يجيك لحتى ينفتح لك باب لتوصل لهدفك الانتقال هو احد عنوين هذا الشهر وهذا الانتقال قد يكون زي ما حكتنا دي عتبة جديدة بدك تدخل لها قد يكون زواج لغير المرتبطين قد يكون شراء بيت قد يكون سفر بكل الاحوال هو شيء كتير ممتاز وجيد وايجابية عالية بحياتكم تحمل هاي الفترة ايضا ترقية مادية او معنوية منتصف الشهر متابعة ومسؤوليات جديدة تبذل الجهد والوقت لحتى تخرج بدون خسائر عليك الانتباه العشر ايام الاخيرة تعيد جدولة حياتك من جديد وتعدل وتصحح بعض الامور وتسيطر على كل الامور بما يخص حياتك الخاصة والعامة والفترة الثانية العشر ايام الاخيرة هي الافضل للقرارات العاطفية نعم يعني شو معانا مجال ناخد كمان برج طيب الجوزاء بشكل سريع الجوزاء ايضا من الابراج اللي عندها تحسن ولكن الجوزاء بدو ينتبه مثل ما حكينا كل الابراج بدها تنتبه لانه في عندنا الكوكب المعاقب اللي رح يكون مستني على زلة وغلطة شهر جيد ومختلف من شخص لاخر حسب تخطيطك السفر لمن سعى للسفر بالاشهر الماضية للعمل او للدراسة وكثير من برج الجوزاء عندهم سفر سواء كان هجرة او دراسة او عمل اخبار سعيدة وترقية مالية او منصب جديد توصل لاله البعض يلقى الدعم للبدع بمشروعه الخاص تزداد المسئوليات تتابع شؤون احد افراد الاسرة وما رح تلاقي الوقت الكافي لحتى تكمل كل الامور والعشر ايام الاخيرة رح تتحسن كل الاوضاع وهي الافضل ايضا للقرارات العاطفية بدنا نشكرك اكيد ميسون نشكر كل اشخاص اللي يسمعونا على راديو رتانا واللي شافونا على شاشة عمان تيفي غدا حلقة استثنائية خارجية رح نكون موجودين مع بنك سوسيتي جنرال حتى نحتفل برابح الميت الف دينار ستي توند اشتركوا في القناة